اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل يوم الأحد اللي يحبه كل أحد اللي ما يحب الأحد لا يخبرني صبح عليكم بالخير في بداية هذا اليوم وبداية هذا الأسبوع نأمل إن شاء الله يكون هذا الأسبوع أسبوع جميل أسبوع إيجابي ونحقق فيه جزء من طموحاتنا أهدافنا وهالأسبوع إن شاء الله بيكون بعد أسبوع قصير نوعا ما الأربعة إن شاء الله بيكون آخرين دوام لكثير من الدوامات والخيميس إن شاء الله بيكون إجازة فنهنيكم مقدمة بمناسبة رأسان هجرية ونتمنى لكم إن شاء الله عام سعيد ويكون كل عام أفضل من العام اللي قبله هذا هو برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تعودتوا يطلع عليكم كل يوم من الساعة عشر وتقريبا ست دقائق إلى الساعة عشر وخمسة وخمسين دقيقة صباحا على إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي في بداية البرنامج أرحب أوشي بالطاقة موجود معاي في الأخراج ناصر السليمي صباحك ورد يا ناصر وفي التنسيق ميرا لغفلي صباحك ورد يا أم خليفة ومعاكم محدثتكم دكتورة نادا الملة محمود زميلي غير موجود هالأسبوع إن شاء الله عنده شي شغلة بره على البلاد بيروح منطقة نأمل أنه يلتقي فيها بالنمر السيبيري يقولون نادر بس إحنا نحط الدعاء أنه يقابل النمر السيبيري يقولون أنه قاتل فتاك فنصبع بالخير على محمود إذا يسمعنا ونبتدي معاكم برنامج صحة وسعادة أوش أتذكركم برقامة تواصل لأنا دائما نقول هذا البرنامج برنامجكم برنامج فقط مدعي يتحدث ومستمعي يستمعي 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 من نبال المستمعي يكون نشيط أكثر يداخل معنا أكثر يطرش هنا أسئلة ملاحظات شكاوي مداخلات اقتراحات لمواضيع طبيعي حابين نسألها حابين نناقشها معاكم على الهوى ممكن موضوع ساخن دارت شو مواقع التواصل أو تشفتوا في التلفزيون أو سمعتوا في إذاعة معينة وحابين إن إحنا نتناقش فيه فتواصلوا معنا على الأرقام التالية على الهاتف 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-6 موجودين لايب على نور دبي على الإنستغرام على الإنستغرام ما شاء الله الناس نشيطة اليوم من الصبح صباح السعادة والتفاؤل على الجميع شكرا لك أخي علي البقيش شكرا لكم على البرنامج الهادف شكرا لك أخي علي طبعا هو هادف لما انتوا داخلون معنا ونثري محتوى البرنامج صباح الورد صباحكم ورود وكروسون صباح الخير أول يوم دراسة الأطفال كي جي ون فعلا في أطفال يوم انضموا للدراسة أول يوم وفي أطفال من السنة من السنة من أسبوع لأطاف بدأوا الدراسة على العموم مفروضا اليوم خلاص كل المدارس تبتدي وعيانا ينضمون خلاص ويتزمون وخلاص كسل الصيف فيعني ندعو كل ندعو لكل الأهل وكل المنتسبين المدارس من تلاميذ سواء كانوا صغار أو كبار بالتوفيق إن شاء الله في حياتكم ونباه همه ونباه نشاط ونباه تركيز أسما جاهزة؟ أوكي عيانا نبتدي مثل ما تعودتو بآخر ما وصل إلينا وآخر ما أدرج في موقع التواصل الاجتماعي فمعانا أسما الجناحي صباحة ورد يا أسما أسما حبك كل أحد هلا يا أسما هي والله يحبك كل أحد صح؟ على المجموع من الأشياء التي قلنا نشرها في الويكند اللطاف بس أول شي أحب أن أقول لكل أمهات والتنباك حق كل الأطفال أن اليوم خلاص يعني مثل مودلتي كل اليهار خاص أكيد في المدارس صحيح نستعرض بعض الأشياء اللي حطيناها في العطلة سهاته في السبوع ومنها أنه كان يصادف يومين نعم اليوم العالم للعلاج الطبيعي واليوم العالم للأسعافات الأولية نعم بعض النصائح المهمة أن بعض الأشخاص يظنون أن العلاس طبيعي هو مجرد رياضة العلاس طبيعي مهم جدا لوايد أشياء منها التحكم التاعش يتحكم بالتوازن الحركة بعد العمليات وأحيانا يجنب الشخص أن يروح أصلا يوصل لمرحلة العملية صح الموضوع يطول وغالب الأشخاص يملون ويوقفون العلاد لكن في نهاية أفضل من العملية بمليون مرات صحيح أيضا نحن نتكلم عنها عن عسر القراءة الدفلكسية بعض الأشخاص أيضا لديهم بعض المفاهيم الغرط عند عسر القراءة يعني هو ما رح يكون ذكي لكن هذا الموضوع ما لا علاقة هي مثل مهارة الأم والأم مفوضي ركتول عليها أكثر صحيح عن غيرها لكن لا يعني أن الطفل مش نسباقي ممكن يكون أفكاما عنهم ونختمهم بالرسالة الصباحية هذا الأسبوع سيكون مميز بالنسبة لك فقط إن أردت له أن يكون كذلك أبدأ أسبوعك بروح إيجابية وسعيدة وصباحته خير وصباحة ورد يا أسمة شكرا لك ونهارة سعيد نروح الحين لدراستنا دراستنا صراحة مثير الاهتمام لأنه أتوقع كلنا بقول مم معظمنا كلنا ممفروض تهمنا هذه الدراست شو تقول دراسته؟ تقول ضوء الأجهزة الإلكترونية الأزرق سم فكتاكن بالعيون نبه دراسته طبية حديثة إلى المخاطر الكبيرة للضوء الأزرق الصادر عن الأجهزة الإلكترونية ونصحت مدمني التقنية بتفادي استخدام الأجهزة الذكية في الظلام الدامس نظرا للتبعات الخطيرة المترتبة لهذه العادة على صحة العيون وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من جامحة توليدو الأمريكية إلى كثرة تعرض الأفراد للضوء الأزرق سواء عند مشاهدة التلفزيون أو عند استخدام الهواتف الذكية والألواح الرقمية فأوضح الباحث أجيد كاروناثن وهو أحد المشاركين في الدراسة أن عدسة وقرانية العين لا تستطيعان حمايتها من الضوء الأزرق الصادر عن تلك الأجهزة ويعتمد الإنسان في عملية الرؤية بشكل أساسي على الشبكية في استشعار الضوء لكن الضوء الأزرق يربك هذه العملية ويدمر الخلايا المستقبلة للضوء بسبب حصول تفاعل كيميائي أتوقع هذه الدراسة معلومتها مو بدي دائمية بالمئة احنا أكثر عمرة ذكرنا في صحة وسعادة عن خطر الإضاءة التي تصدر عن الأجهزة الإلكترونية طبعا قبل كانت التلفاز بحكم أن التلفاز دائما يكون محطوط على طاولة أو معلق فالناس دائما يكون بينها وبينها مسافة مع أننا قبل نحب نشوف التلفزيون والضوء مطفي نحب إحساس السينما في البيت ولكن يظل أن التلفاز يبعد عنه مسافة على قل متر أو متر ونص وخصوصاً وكان معلق في الجدار لكن المشكلة الآن هي وجود الأجهزة اللوحية والأجهزة الهاتف التي نمسكها قريب جداً من العين ومن الوجه فهذه الدراسة تنبه أن الضوء الصادر من الأجهزة اللوحية الهاتف والأجهزة اللوحية المتعددة عندنا في البيت تصدر ضوء أزرق ممكن يؤدي إلى حدوث أضرار في العين فطبعاً دائماً ننصح أننا ما نقعد على الهاتف لفترة طويلة وحتى على الجهزة اللوحية والنفس الشيء ينطبق على الأطفال لما نقوم أفوض ما يلس بساعات متواصلة على أي جهاز لوحي أو تلفون بسبب الإضاءة اللي تصدر منه فضروري جداً جداً أنه لما أقعد على أي جهاز لوحي أو هاتف أنه أخلي لي وقت معين مثل التايمر كل 15 دقيقة أو كل 10 دقيقة لازم أشيح بنظري أريح نظري أشوف شيء في الأفق أو أشوف السماء أو أشوف جدار أبيض أريح نظري من الإشعاعات الصادرة من هذا الهاتف خصوصاً الدراسة خصوصاً تحذر من الناس اللي يحبون آخر اللي يوميون ينامون يطفون كل الليتات والهاتف فقط هو اللي يعني مولع في إضاءة فهذا أخطر على العين فعشان شيء ضروري جداً طبعاً دائماً ننصح أنه ما ناخذ معانا التلفون على السرير لأنه ممكن يسوي الأرق كثير من حالات الأرق سببها وجود استخدام الهاتف قبل النوم ليش؟ لأن الإضاءة الصادرة عن الهاتف ترسل إشارات إلى الدماغ أنه ليل حين نهار أنه مو بالليل يعني ليس وقت النوم الحين فهالإشارة تنبه مركز الدماغ بالتالي تعطيكم صعوبة أكثر أنه أنتوا تروحون في النوم وحتى لو نمتوا يكون نومكم غير عميق وهذا بعد ينطبق إذا الهاتف عدانا على الطاولة إذا كان المحطوط الشاشة على فوق وتم يلبق خلال الليل ممكن ينقلكم للنوم العميق إلى النوم الأقل عمقا بالتالي تحسوا ما أخذوا كفايتكم للنوم أنا وصلت إن شاء الله للفاصل فتابعوا البرنامج إن شاء الله من بعد الفاصل لدينا مواضيع جدا جميلة ففاصل وراجعين صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة نشوف على إنستجرام أوشي ذكركوا برقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نوردبي على إنستجرام ما شاء الله اليوم المشاهدين على نوردبي على إنستجرام ما شاء الله نشيطين السلام عليكم وعليكم السلام إحدى الشرعات في الدكتورة الله يعافيكم طرشوننا يا جماعة طرشوننا شو تبهون نقشة في البرنامج حين خصوصا في موسم معين يعني حين رجعت المدارس في أمراض معينة تنتشر زكام كحة شو اللي حابين نقشة برنامج صحة وسعادة وفي عندكم أسئلة استشارات فممكن يعني عشان نتري محتوى البرنامج ميرا دكتورة وفاة جاهزة أوكي لما تجهز دكتورة وفاة طبعا الحين مع العودة للمدارس في كثير من الأسئلة هي على بال الأمهات ومن ضمنها الأسئلة التغذوية فأنا ما رح أتكلم عن التغذية رح أعطي المايك عند دكتورة وفاة عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهائة الصحة بدبي رح تتكلمنا عن التغذية السليمة والحميات الغذائية الخاطئة وبنعرج سريعا على التغذية السليمة لطلاب المدارس صباحة شوارد يا دكتورة وفاة صباح الهنم والسرور يا أهلا يا أهلا قصرتي دكتورة ما حضرتي معانا في الستوديو صراحة كاما فوت كونين معانا تنورين نهني والله أتشرف بس عارفة بداية الأسبوع بكل زحمة يا دكتورة ندا الله يعطيك الصحة والعافية يعني ما أستغنى عنكم أبدا أبدا حبيبتي دكتورة وفاة شكرا حبيبتي يا أهلا يا أهلا يا أهلا حبيبتي دكتورة وفاة طبعا الحين الموضوع الساخر مع بداية المدارس دايما عند الأمهات التغذية السليمة لطلاب المدارس شو مفوضي آكل شو مفوضي آكل شو مفوضي أطرش معاه فسريعا نتكلم عن هالموضوع طيب هلا بداية التوازن أو التغذية يعني التوازن الغذية مطلب في كل حد نعرفين هذا الكلام ودائما نتكلم عنه أظن يعني طرقنا له بكثرة نعم ولكن لما نتكلم على طالب المدرسة والحقيبة المدرسية شو ممكن طبعا حسب المراحل العلمية نبدأ بمرحلة الابتدائي مثلا وشو ممكن الطالب المدرسة ياخد برنامج معاه أو ياخد معاه باللانس بوكس دائما أنا بنصح الأمهات اللي بتقول أنا ما عندي وعد اللي بتقول أنه أنا صعب أني أنا ألتزم ياريت ياريت أني أنا أبدأ بأنني أنا أحضر وجبة اللانس بوكس من بالليل بحيث أنه ما تكون تحتوي على أي مواد ممكن تتلف زي البيض اللحوم تحضير يعني يجب أنها تتحضر أو الأشياء اللي تنعمل تكون متأكد الأم هي عم بتحضرها أنه البيئة اللي عم بتحضرها مكانه نظيف ما في أي يعني عافية ما فيها أي شيء ممكن تسبب أنه الشيء في تلوث نعم أنا في عندك أغرية إحنا من نتمنى أنها تكون ذات قيمة غذائية اللي بتكون فيها ما فيها مواد حافظة ما فيها مواد مضافة الفاكها تكون أساسي السلطة يعني مثلا جيبي الجزر للطغير هتكلم أنا طبعا عن تفاصيل إيش ممكن للأم تأخذ ولكن دائما أنصح أنه الساندوش مثلا جبنة إذا لبنة تعملها وتحطها مع خيار مع خس كل يوم أو إشي التنمية لأن الطفل بمل صح عشان ما يرجع أن نروح للمقصة في المدرسي وبالتالي لما نروح للمقصة ممكن يأخذ إشيه هي غير يعني مش مطلع عليها على الرغم أنه الحمد لله حيات الصحة في دبي مع بردد دبي مع الوزارة حطينا مقاييس للمقصة في المدرسي وإذا فيه أحد مخالص المفروض أنهم هم يبلغون فيه حتى أنه يتخذ الإجراء يعني هم لهم دور كمان الأهل بتبليغ إذا كان فيه شيء خطأ صحيح نحط نوع من أنواع الألبان أو الحليب اللي هو يعني هو طويل المدى في منهم صغار عارفه نعم بحيث أنه يأخذ الطفل معه وأتأكد أنه أخذ احتياجه اليومي من الكالسيوم ومن الحليب اللي لازم يأخذه بما نتكلم عن حليب دكتور رفا فيه سؤال يقول هل الأفضل هل الأفضل حليب كامل الدسم أو حليب السورية للأطفال تحت عمر عشر سنوات شوفي هلأ في كتير ديبيت على هذا الموضوع أنا لغاية يومك هذا وبكرة وبعد أقول لك خدي الحليب كامل الدسم من المصدر الطبيعي نعم السورية هي مصدر نباتي وليس ممض مش سذيات نعم وبالتالي أنا عم بعطيه مصدر غير مصدر مش يعني مصمع نعم أنا بأفضل دائما ألجأ أني أنا أأخذ الأشياء بما تشكلها الطبيعي يا جماعة كاسة الحليب العادية اللي هي احنا عم نتكلم عن 250 أبقل دكتور رندا فيها فقط نعاد 150 سعر حرارية صحيح 15 جرام كارف وهاي تريد 8 جرامات بروتين و 5 جرامات دهون نعم لما منه على قليل الدسم أو خال الدسم دخل أندر بروسسنج يعني دخل في تطمية صحيح فلما أنا بأجي بأخذ أعمالي بأخذ فقط 120 شعر حرارية لقليل الدسم يعني بس نقص 30 شعر حرارية نعم أقل من معلقة سكر أردني ورحت على والدهون 2 جرام يعني نقص بس 3 جرام صحيح هذا ببساطة الشديد ما أعطيه أطعمة مقلية يعني لما نقول إيش بيأخذ مثلا شو الأطعمة المفيدة للطفل على وجبة الفطور خليه أخذ الحليب والأجمان اللبنة الفول الحمص الرقاعة التنظرة الزعتر مع أكيد عصير فاكهة أو فاكهة ودائما مفضل للفاكهة الطبيعية يعني أنا مفضل ليأخذ موم طفاح أجاس كمسرة خوخ هلأ موسمها نعم دائما الفاكهة بموسمها كمان بتكون أغنى ومفيد جدا أني أنا أركز عليها في وجبة الفطور اللي بيأخذها معاه على المدرسة لما بيروح على البيت أنا ما بأنسى أنه دوري مش بس بالمدرسة وإذن تلغذى لطالب المدرسة كتير مهمة يعني لازم يكون الغدى في لحم أو سمك أو درساج إحدى ألواع البوتينات مع رز أو مع كرونا أو بطاطا بس معمولة بطريقة صحية دهون فيها أقل ما فيها دهون مشبعة صحيح وما ننسى همشي الثلطة والفاكهة مع الغدى عشان كل الغدى متوازن وصحي وأكيد في وجبة العشاء بتكون بنفس الطريقة أو ساندويتشيز مثلا فول جبنة لبنة حمص حسر شو عند الواحد في البيت يعني اللي هو بيحبه صحيح نعم دكتورة فاحن يعني من طلاب المدارس نروح للناس الكبار شوي طبعا مع وجود وسائل التواصل الناس ويتاخذ حميات غذائية منتشر في وسائل التواصل اللي تقولك أنا نزلت عليه 15 كيلو في أسبوعين واللي تقول والله تنزلون 30 كيلو في شهر وغيرها فمدى أهمية وخطورة هذه الحميات الغذائية اللي تكون ممن مختصين طيب بداية شو الحمية الغذائية للشخص الحمية الغذائية للشخص اللي بيستعلكه من مأكل أو مشرب حتى يوصل لموزن معين أو محافظة على وزنه صحيح وبغض الحميات تعتبر غير صحية من خلال العادة طبعا ما بدي أقولك قديش في عدد حميات غذائية موجودة في العالم كل يوم كدعون شيء كل يوم شيء طالع موضة ومبدأيا في عندك إشي باعتمد على المعتقدات الدينية في إشي باعتمد على واحد عمل شغلة يعني خبرة ذاتية دائما الحميات اللي الرغبة في خساطة الوزن حاشة كتير مهم ولكن التوازن الغذائي والتوازن في عملية أني أنا أحصل على جميع العلاصة الغذائية موجودة في الوزن هذا أهم شيء عندي لما أنا بدي أمشي على نظام غذائي صحيح الحميات اللي موجودة اللي كتير خلينا أقولك الحميات السيئة أو الحميات الباطلة نعم هذه الصحة في الحميات الغذائية تشمل تغيير كبير وسريع في استهلاك طعام معين أو تغيير عادة معينة يعني زي مثلا عندك حمية بيفرلي هيل ما بعرفت أسمعت فيها والحمية حمية كيتو بعد حم منتش رواد دكتورة وفا نعم موجودة نعم هنتكلم عنها بس حمية بيفرلي هيل مثلا هذه حمية قاسية بس فاكها نعم وبعدين باليوم بالاسبوع السادس تخيل فاكها يعني مصدر كاربوهايبريد فقط مصدر كاربوهايبريد فقط ما في فروتينات ما في دهول ما في ما في فأنا لغاية الاسبوع السادس بصير في عندي مشاكل عندك حمية البطيخ حمية الشربة حمية إزالة السموم صيام العصائر الديتوكس أكيد يعني أنا متأكدة أنك اسمعت عنها كتير الديتوكس لعسى أن نزيل السموم من الجسم بيأخذوا بس عصير ساكة أو عصير خضار عندك حمية الجلوتين الفري نعم هاي اللي للأسف الشديد كتير من الناس مش عليها والكيتون اللي هي عالية بالدهون وقليلة في الكاربوهايبريد فيك كتير حميات طلعت للأسف الشديد مضارها أكتر من منافعها ومثبت علميا هلأ إيش المضار اللي ممكن أنا أحصل عليها إذا أنا مشيت على هاي الحميات أول شي خلينا نقول أمراض هساست العظم أنا ما بأخذ كفاية من الفوتين ما بأخذ كفاية من الكالسيوم تصيب الناس اللي بتعتمد حمياتهم على الخضروات والفاكهة دون مستقات الألبان أو الحليب أنصر الكالسيوم يفقد وهذا أنت تارف هادش مهم الفصور كذلك عشان تبناء العظام بعدين ضحف المناعة لأنه بصير عندك نقص بالبيتامينات وفقر في الدم لأنه عندك مصدر الرئيسي للهيم لتفعيل وتحضير الدم هو اللحم الأحمر نعم فما موجود وبيتواز ما موجود الأليمية بيكون مصدر مدمر للمناعة وخاصة في الحلاف اللي الناس ممكن تكون أصلاً ماشي على كتير دايت فبيكون عندها نقص في المناعة بعدين الفقدان 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 المفاجئ والسريع للوزن يسبب تراهولات في الدم في المصدر غير جيد التعب هذا العرض كتير شائع نتيجة الفقدان في الدم كتير من العراسة الغذائية والمعادل اللي تعطيك الدعم إضافة لأنه مجانب مطوقة فيها بيرجع بزيد الوزن مرة واحدة صحيح كلها يعني أعراض ممكن وفي زيادة طبعا الدكتورة فاص طبعا الحديث معات شيق ويطول يعني من شينا دائما نحبت معانا في السوديو بس ناخذ من التكلمة أخيرة قاما ما أطلع فاص وننهي للقاء الشيق هذا حبيبتي أنا بس ما أقول دائما على الشخص أنه يراعي التوازن التوازن في أكله دائما يا جماعة ليش ننزل الوزن حتى العملية اللي بتصير شو عم بيصير لما بيعملوا العملية من العملية الجراحية بين أصيب الوزن لأنه بكله يأكله هي الأساس أنك أنت تعرف شو تأكل بدكاء وتأكل اللي يخلي جسمك فت وصحي وما يسبب تساقط شعر ما يسبب جوع ما يسبب مشاكل وأنه يكون في توازن في العواصل الغذائية الموجودة اللي تتناسب في يجب أنك تتراجع على خصائي التغذية ودكتور حتى ينعمل لك كل التحليل قبل ما تنشع لأي حالة غذائية ومتوازنة وأتمنى للناس جميعا الصحة والسعادة شكرا لتش دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهاية الصحبة بي طبعا كالعادة حوارنا معاتش دائما شيق ويثري الحلقة وإن شاء الله كل مستمعين استفادوا عزاء المستمعين رح نطلع الآن فاصل وبعد الفاصل لدينا موضوع جدا مهم عن مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل فابقوا وراتذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ذكركم أولا برقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين على نور دبي على الإنستجرام في واحد من مستمعين الدائمين ما شاء الله دائما يقول ليش ما تتكلمون عن الدراسات لتعدد الزوجات والله يباني ندور دراسة عن تعدد الزوجات وأثارها الصحية ممكن يكون سلبي ممكن يكون إيجابي ويباني ندقق على الإيجابي والله لو طلع اسمك ممكن نقولها على الهو نشوف شو رايز وجتك في الدراسة لتحفز على الزواج الثاني فالحين عندنا موضوع جدا جميل يوم الثامن من شهر سبتمبر الحالي تاريخ ثمانية هو اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي تحتفل به المؤسسات الصحية حول العالم بهدف تعزيز مفهوم النشاط البدني وأهميته في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض المختلفة والتأكيد على دور العلاج الطبيعي في تسريع شفاء المرضى وتفادي المضاعفات السلبية للإصابات المختلفة متكلم عن هالموضوع وخدمات مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بشكل عام يسعدني يكون معنا في الستوديو الأخصائي عصام الميخي أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل في مركز دبي للعلاج الطبيعي والتأهيل صباحك ورد دكتور صباح النور نورتنا في الستوديو نتكلم أول شي بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي شو مجهزي من فعاليات في هذا اليوم مميز نحن في مركز دبي للعلاج الطبيعي والتأهيل هو مجهزين فعاليا إن شاء الله يوم الأربعاء راح تكون بالتعاون مع ديوة نعم ورح يكون في المقر الرئيسي لديوة العنوان الرئيسي لليوم للعلاج الطبيعي العالمي لهاي السنة هو جميل علاقة العلاج الطبيعي في الصحة النفسية علاقة وطيدة جدا وعشان هيك نحن عندنا في المركز في عندنا طبعا أخصائي صح نفسي أخصائي نفسي و فكل سنة بيكون اليوم العامي للعلاج الطبيعي إلو بيندرج تحت بسمة معين نعم يعني زي ما كان قبل أنه فيزيو ثرابي عن فيزيكال اكتيفتي أد العلاج الطبيعي والنشاط الحركي وحين عن العلاج الطبيعي والنشاط الصحة النفسية زي ما تقول عن علاج الطبيعي والصحة النفسية من يؤثر في من هل العلاج الطبيعي يحسن الصحة النفسية ولا الصحة النفسية يتأثر على علاج الطبيعي ولا الثنين يأثرون على بعض حسب الحالة الآن ما بتقدر يتقارني مثلا صحة مثلا لاعب كرة قدم نعم صار عنده إصابة فبصير في عنده طبعا أنه ما بيلعب فبصير في عنده ديبرشن أكيد اكتئابي سباكتئاب نعم هون فنرفع الحالة النفسية للمريض بأنه نحن تؤشورهم أنه within this time limit you'll be fine and you'll go back to field نعم نيجي لحالة ثانية مثلا رجل كبير معروف رجل أعمال أو بشطل في منصب كويس لصمح الله صار عنده شتروك نعم جلطة بالضبط فهون برضو بصير في ديبرشن أكيد فهذه الحالة النفسية غير عن تقويت الحالة النفسية الثانية صحيح لكن العلاج النفسي في الحالتين مهم جدا جميل يعني قبل الإصابة ما كان في أي حالة نفسية بالضبط فبعد الإصابة صار في حالة نفسية وخصوصا إذا المدة طالت صحيح فبصير فيه أنه شك في الموضوع أنه هون بصير فيه we have to promote أنه mental health أنه you have to cope whatever you have now you are still living صحيح يعني مش أنه أنا صار عندي إصابة معناته وكفة حياتي أو شيء صحيح صحيح لو حب حياته فك فيه طريقة إيجابية ما مكان الظروفه الصحية طبعا صحته حتى بتتحسه مو بس حياته ببساطة ممكن شوفي ناس على الويلتشير they are living a wonderful life وصار في عنده أنه هو طور من أشياء تانية هو ما كان مكتشفها في نفسه صحيح فصار أنت حياته أوكي حياته على الكرسي لكن حياته فيها فيها نشاطات جديدة جدا مكتشفها لما كانه يمشي بالضبط صحيح هو مو مهم الشخص شو وضعه هل هو على الكرسي متحرك هل هو فاقل النعمة من نعمة موجودة لكن الشخص نفسه شو نفسيته وشو تفكيره هذا يؤثر في حياته كلها مهما كان وهذا الدليل اللي نشوفه مع أصحاب الهمم طبعا اللي عندهم معاقات معينة ولكن ما شاء الله عندهم إجازات كبيرة ممكن ناس الأصحاء ما وصلوا لهذه الإنجازات فطبعا هي طريقة تفكير الإنسان وطاقة الإيجابية صحيح دكتور هل العلاج الطبيعي مهم في علاج المرضى يعني هل ممكن العلاج الطبيعي يكون أفضل من الأدوية أو من الجراحات في علاج بعض الأمراض هل هو أفضل من الجراحات في مرحلة معينة لا يعني إحنا ننوصل مرحلة معينة إحنا منودي المريض أنه نرجع مرة تانية لنفس الإصابة في عنا إصابات ملاعب إحنا من غير تدخل جراحي إذا كانت إصابات في الغضروف من الدرجة الأولى مثلا لكن مستحيل أنا أخلي مثلا لاعب يخضر العلاج الطبيعي ولو لمدة يوم واحد إذا كان عنده مثلا رباط صليبي مستحيل أنت عندك رباط صليبي معناته أنت you will never be back without reconstruction لازم سوي إعادة تهيئة للإعادة تركيب الزراعة أو شيء أيوة بالضبط نعم من رباط الصليبي الصحيح reconstruction اللي هو ترميم إعادة ترميم بالضبط لذا ترميم العلاج الطبيعي تعمل العملية ثم يمكنك أن ترد بالضبط الآن العلاج الطبيعي 100% مهم بعد العملية بالضبط لكن سيكون مستحيل قبل العملية في حال أن you are losing something essential in the knee العضو نفسه لا يعمل فلا يجب أن أسويه العلاج طبيعي فلا يجب أن أسويه العلاج طبيعي بالضبط فهذه السؤالة لداما المرضى يقولون يقولون دكتور أنا سويت علاج طبيعي ما استفت نمركز على أهمية أن العلاج الطبيعي ليس العصاص السحرية يعني اللي أنت بتسويه وترجع 100% قبل لأنني أتكلم عن أهمية الاستمرارية في العلاج الطبيعي حتى بعمل يوقفون ولمطلوب من المريض خلال حصاص علاج الطبيعي أنا أركز على النقطتين عشان ناس تفهم لماذا ما استفادت من العلاج الطبيعي الآن ما استفادت من العلاج الطبيعي لأنه أنا بقول لك شي في واحد يأتيني على جلسة العلاج الطبيعي نعم He drives for like 15-20 minutes وهو عنده low back pain فيسوق وعنده علم في أسفل الظهر فبيجي عندي بيأخذ الجلسة 45 minutes 45 دقيقة I will do my best أنا بعمل كل اللي بقدر عليه بناء على الحالة الموجودة نعم كونه أنه جاي سائق نعم ويرد مرة ثانية سائق سائق 15 دقيقة ياي 15 دقيقة رايح فهذا هذه مصيبة بحد ذاتها أنه يعني الاستفادة من الجلسة رح يروح عوضا عن الزحمة بعدا بيجي المريض بيقول بيجي له مثلا بآخر كل جلسة احنا عنا في home program اللي هو البرنامج البيتي يكمل فعليه في البيت نعم لأنه ببساطة أنت ما رح تعمل علاج طبيعي طول حياتك صحيح أنت رح تجي تعمل عندي علاج طبيعي شهر بالضبط يعني احنا بنعطي 2-3 sessions a week حسطين أو ثلاثة في الأسبوع yeah you can take like 4 weeks بعدين خلص you have to be discharged لأنه new patient will come فاللي بقدر عطيك في خلال الشهر I'll give you my best بس رح أعطيك recommendation you have to follow if you'll follow them stretching walking exercise لما أنا أعطيك تمارين إطالة توصيات تسوي في البيت نعم تمارين إطالة تمارين تقوية نعم ماشي بشكل يومي الworkstation هلأ فيه ناس بقعد على مكتبه من الساعة 8 صباحا لما يروح الساعة 5 نعم طب مستحيل لازم أنت تقوم يعني إحنا منقول maximum لازم أنت تقوم كل ساعة نعم تسوي stretching for 5 minutes نعم على فكرة احنا رحنا على أكتر من مؤسسة حكومية وغير حكومية نعم وعملنا لهم شيء نسمي ergonomic ergonomic study فإحنا من رؤمنهم إنه هو صحة المكتب الworkstation نعم وطبعنا برشورات وحطناها أمامهم على الزجاج نعم أنت كل one hour بس وجنب الكرسي ما تروح كل ساعة نعم جنب الكرسي جنب الكرسي اللي أنت بتشطل عليه سوي stretching بهذا الشكل مع الرسومات مع التوضيح جميل ممتاز ما تتخيلي طبعا في أماكن معينة غيرنا الكرسي الكرسي نعم لأنه كانت يعني مش مناسبة أبدا نعم في ناس تانيين مثلا شغلوا على على التليفون نعم فزودناهم يعني وي ريكميندد إنه إحنا يجيبونهم هاتسة بدلا ما يحطوا التليفون ويضل يعني هذه الحركات إنه مواحد يحط التليفون بين كتفه وبين رأسه ويرد على التليفون بشكل بشكل يومي يعني خلال ستة شهر يعني بأثر على الفقرات العنق وضع الكمبيوترات وين على اليمين على اليسار أمامك وضع الكرسي أعلى من الدسك أو طب من الدسك هذا كله مهم علشان أنت ما تصل لمرحلة إنك أنت تروح تعمل علاج طبيعة أو تراجع الدكتور العظام ما تتخيلي هاي المصائح وهاي الأشياء قديش فادت وقديش يعني قللت من زيارة الموظفين لدكاترة نعم فالركومنديشن كتير مهمة علشان أنت تقو اون ما بدك تضلك تاخد علاج طبيعي لأبد يعني تنصرف من شغلك علشان تروح تعمل علاج طبيعي وترجع مرة تانية وتاخد أشهر 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 ما رح يكون مفيد بالضبط اوكي اتوازع مستيك صار معك شغل طارئة حملت شيء ثغيل طحت وقعت الورك ستيشن ما في مشكلة تيجي بتتعالج كيب اون دركومنديشن يولستي فاين فطبعا لازم المريض يعني يتبع التوصيات اللي يعطيها الخبير للعلاج الطبيعي بعد ما يخلص حصص العلاج الطبيعي في المركز عشان يكمل يستفيد منه طبعا انت بتعطوه مثلا ما ذكرت ممكن نحس سنة أو ثلاثة في الأسبوع لمدة شهر بعد هذا خلص عشان يحصل النتيجة يحتاج على الأقل ممكن كم ستة شهور حسب الحالة نحن نعطيه ما نسميه تثقيف المريض نعم نعم فهو بياخدها فيه بالعربي وفيه بالانجليزي نعم فهي هاست لازم يتبع الإجراءات هذه بشكل يومي بعد أنه ما بتاخد أكتر من نص ساعة جميل خصوصا يعني سواء الناس اللي عندهم أصلا إصابة وهو ما عنده شغل نعم أو اللي بيشتغل ومستحيل يصيب شغله نعم ولازم يعمل ستريتشينج خلال ساعات العمل نعم شي جميل نروح نحن للمستهدفين من خدمات مركز زبايا علاج الطبيعي وإعادة التأهيل شو هي الفئة العمرية اللي عنده تستهدفونها الأطفال من سنتين لتلتعشر سنة نعم وبعدين البالغين من تلتعشر سنة إلى إلى يعني أكثر إلى أكبر شو تكم بالعادة الحالات في الأطفال في العمر الصغير سنتين بيكون من من تو ييرز لغاية تلتعشر سنة شل الدماغي شل نصفي شل الرباعي كل أنواع اللي هي حتى مثلا تكون مع الولادة العيوب السلقية تكون مع الولادة حتى مثلا الطفل عنده مشاكل في المشي مشي مينتل سبيتش كل هذا كل هذا أنواع الريهابيلتاشنية إحنا الحمد لله عندنا كل كل الريهابيلتاشن في مركز دبيع لا يوجد طبيعة وتأهيل كل أنواع الخدمات موجودة عندكم سيد عصام بس نذكر الناس كيف ممكن تستفيد من هذه الخدمة كيف ممكن تأخذ موعد في مركز دبيع علاج الطبيعي وعادة التأهيل ومنه مفوض يقرر هل أنت مؤهل تسوي علاج طبيعي أو لا أوكي الآن أي مريض عنده أي إصابة بيرح بيراجع أي دكتور سواء في مراكز اللي تابعة له هيئة الصحة في دبيع أو للمستشفيات وبيقدر بيأخذ تحويله ريفرال بتحول عنا على المركز وان بيجي عنا نحن منحدد في ممبر من كل من كل فيلد فهو عندكم فريق مكوى من كافة التخصصات يعني فبيجي المريض حسب احتياجات المريض بنأول جلسة بنحدد مين اللازم يكون موجود في التيم نعم إذا الطفل صغير محتاج مثلا أخصائي نطق موجود نعم أوتي اللي هو العلاج الواضيه موجود علاج طبيعي دكتور مختص جميل فبيكون موجوده خلال التيم نفحص ونشوف هو بحاجة لأي نوع من الخدمات أو ممكن يأخذ أكثر من خدمة في المركز نعم أوكي وبعدين عادي بيطلع ريسيبشن بيأخذ موعده ويبدأ العلاج ممتاز دكتور لو ممكن تعطينا نبدأ عن الإمكانيات والأجهزة المميزة المتوفرة في مركز دبي علاج الطبيعي والتأهيل أوكي هلأ مركز دبي علاج طبيعي والتأهيل في برامج إعادة تأهيل متنوعة نعم نبدأ من الأطفال في العلاج الطبيعي نعم والعلاج الوظيفي والعلاج الحسي أوكي بعدين ننتقل والسبيتش ترابي اللي هو علاج النطق واللغة نعم أوكي الآن هذا بخصصة الأطفال في عنا العلاج المائي أوكي فإخصائيين العلاج مائي والعلاج المائي يخدم الفئة العمرية الصغيرة والصغيرة والكبار نعم أوكي بعدين عنا العلاج الطبيعي الخاص بالإصابات اللي هي نيورولوجي الإصابات العصبية أوكي برضو في للحريم وفي للرجال 4 males and 4 females ممتاز أوكي بعدين عنا اللي هو الدكتورز اللي هم الاستشاريين لعلاج طبيعي نعم وعندنا أربع استشاريين برضو two males and two females جميل أوكي اللي غالباً بيكونوا متواجدين خلال team وهم ديركماند with the therapist how many sessions كم جلس علاج طبيعي بيحتاج لهذا نعم بعدين عندنا اللي هو قسم البروستاتيك أورستاتيك اللي هو الأطراف الصناعية الأطراف الصناعية والمعوضات اللي هي والأطراف الصناعية نعم أوكي وفي ووركشوب موجودة عنا في المركز بعدين عنا علاج طبيعي for adults أوكي عنا علاج وظيفي for adults علاج طبيعي وعلاج وظيفي للكبار نعم أوكي عنا العلاج النفسي أوكي عنا خصائي اجتماعي أوكي وعنا برامج توافق العلاج الطبيعي اللي هي مثلاً بيجي عندك اللي هو مثلاً عنا من أشهر البرامج برنامج تخفيف الوزن نعم أوكي فهذا ما يكون في عندك أنت مريض low back pain knee pain hip pain نفس الوقت يكون عنده overweight نعم فإحنا برضو بنخدمه فإنه إحنا بنعمله برنامج تخفيف وزن وزن في برنامج خاص للحريم وبرنامج خاص للرجال جميل فمتاز فيه من الأشياء المهمة جداً عنا اللي هو الجهاز أسمه الجيو أو الروبو موشن الآن هذا جهاز آلي بسموه اللي هو بعربي تعريبه الروبوتي نعم الروبوتي فإحنا فيه ناس اللي هم ما بيمشوا أوكي هذا الروبوت بنحط المريض على الروبوت نعم بيصير فيه نوع من أنواع السلينغز والتعليق والتثبيت المريض للروبوت نعم بعدين الروبوت هذا بيصير يمشي نفس مشية البني آدم طبيعي نعم فبيعمل feedback للنيرون آه يعني يحفز العصاب والدماغ عنده أن يذكره بالطريقة الطبيعية للمشي نعم في نفس الوقت منزيد الوزن على الجهاز بشكل تدريجي نعم يعني في البداية بيكون it's a suspended machine بيكون هو suspended camel يعني معلق يكون الشخص آيو بس بيكون الموذمنت تبعه الوووكينج شغاله نعم بعدين منصير نزيد الوزن بشكل تدريجي على البادل نعم اللي هي الجهاز على الرغمات نفسه نعم على أساس أنه يتعود على وجود حمل على عضلات القدمين بشكل تدريجي كل العملية هاي عملية المشي بتتم بوجود 3D motion قدام المريض فهو هو بيختار الميديا يعني في in the street in the wood on the beach آه يعني يختار هو وين يحب يمشي يعني هل يمشي في الشارع في مزرعة في حديقة على البحر آه عشان أوكي أوكي فبيكون mentally and physically he is in the mood of walking وخلاص بنسم بوجود أي حدا يعني أي حوالي أنه زي ما قلت لك أنه العلاج الحسي it's a sensory integration room كلها عبارة عن تحفيز حسي حركي نعم للأطفال خوصاً للي عندهم أوتزم أو اللي عندهم دون سندروم نعم جميل فمجد مثل التقنيات الحديثة طبعاً تساعد جداً في أن المريض يستفيد أقصى استفادة من جلسات العلاج الطبيعي أستاذ عصام ما شاء الله خدماتكم ما شاء الله جداً جميلة وصعب نغطي كل الخدمات التي تقدمونا في مركز العلاج الطبيعي ويعاد التأهيل بس أتكلم على قبل أن نختم لقاءنا الجميل هذا أبرز الحالات المرضية التي تراجع المركز في حالة مثلاً مميزة أو شفتم مثلاً التطور فيها كان كبير مثلاً يقولون تخرج من مركز العلاج الطبيعي بعد مكان ممكن وصل المركز هو يحس نفسه حالة مميزة مرت عليكم الحالات كثير خصوصاً الحالات العصبية بشكل خاص بتاخد وقت أطول لكن ومجرد أنك أنت تخلي المريض ينتقل من مرحلة الويلتشير لمرحلة الووكر من الكرسي متحرك للمشايا للووكر بعدين لمرحلة الكراتشز العصائي التي تكون مسكنها العكاستين بعدين لمرحلة عكازة واحدة بعدين هذا يعتبر إنجاز بالضبط ومجرد أنه صار يخدم نفسه بنفسه هذا برضو إنجاز بالضبط صحيح فعشانك إحنا بخصوصاً الحالات العصبية من نركز على أنه يا جماعة لازم تعمل في البيت علشان أنت تكون متابع يعني هو المفروض أنه أي حالة عصبية يكون عنده مثلاً ثلاثة جلسات في اليوم لكن إحنا ما بنقدر إنه نعطي ثلاثة فإحنا بنعمل جلسة مكثفة مطولة أوكي وإنت كمان عمل في الجلسة في البيت كمان واحدة رح يصير الموضوع استفادة تكون أكبر طبعاً ولكن إحنا ما عندنا مانع أنه الكيرغيفر اللي بيأتي مع المريض يشوف يسجل يتابع أي أي نحن جاهزين نعم لدرجة أن إحنا نعطيهم يعني نخلي الكيرغيفر اللي معاه مرافق اللي يتم المريض مرافق نعم يجي ويشوف كيف الجلسات بتتسوى ممكن يصورها نعم على أساس أنه يراجعها ويسويها جميل الآن الإلحانات اللي بتمر بسرعة ويصير فيها تطور أحسن نعم يعني عندنا أكثر من اللاعب إحنا مارعنا في المركز صار فيه تطور صار فيه أنه يرجع على الملعب يرجع يمارس الرياضة هذا يعتبر إنجاز سريع لأننا نحن حسبينها إذا العملية ناجحة 100% العلاج الطبيعي رح يكون 100% صح ممتاز فبيصير في عندك أنه أنت يمكنك إعطاء مرحباً نعطي وقت محد من 6 أو 8 أسابيع لكي نرجع للطبيعة بالضبط ممتاز أنا شكرا لك أخصائي عصام الميخي أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل في مركز دبي للعلاج الطبيعي والتأهيل فهي تصحب دبي شكرا لك وجودك معنا اليوم ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله في كلمة خيرة أحاب تقولها تفضل بصراحة أحاب أتوجدها بالشكر لدكتور يونس على الدعم المتواصل كما الدكتور أحمد بن شلبان مدير المركز عندنا السيد يوسف زرعوني والمدير السيد عبدالله الفلاسي على الدعم المتواصل للمركز و that day believing us طبعاً يؤمنون فيكم قدراتكم طبعاً بالضبط الآن بس الإضافة البسيطة إنه كان في عنا كان في عنا طلبات كتير من المرضى إنه لو سمحتوا يا جماعة إذا فيه إمكانية تفتحوا بعض الظهر نعم فبس أحب يعني أبشر المراجعين والمرضى إنه إحنا إن شاء الله من أول شهر عشرة إن شاء الله رح يصير في عنا عيادة تجربية لكل تخصص أوكي إنه نفتح بعض الظهر إن شاء الله كدوام جزئي وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله وكيد بعمل تفتحونا بنستضيفك مرة ثانية إن شاء الله في صحة وسعادة عشان نعلن عنها إن شاء الله مرة ثانية رسمية شكرا لك دكتور وجودك معنا شكرا لك وصلنا لختم البرنامج شكرا لك ناصر السليمي شكرا لك ميري الأخفلي وشكرا كل من استمعوا وشاركنا في حلقة اليوم إلا نراكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي